طيب قبل ما دخل في تفاصيل الحلقة ونتكلم على الأمور المتعلقة بالجوانب التنظيمية يمكن الاتحاد المغربي أعلن منذ لحظات قليلة بيان خاص بعملية بيع التزاكر لمباراة الوداد المغربي والأهلي وانطلاق بيع التزاكر الجامعة الملكية المغربية يعني بترسي الرسالة لكافة الجماهير وبتعلمهم إنه بين اتفاق بين اللجنة المنظمة المحلية للمباراة التي ستجمع الوداد والأهلي والكونفيدرالية الإفريقية اللي هو الاتحاد الإفريقي لقرد القدم فإن عملية بيع التزاكر هذه المباراة ستنطلق ابتداء من يوم غد الخميس 26 مايو عبر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي ويمكن سحب التزاكر من خلال هذا الموقع بدءا من الغد ولتسهيل مؤمورية الجماهير المصرية التي ستأتي إلى مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء لمتابعة اللقاء فإن اللجنة المنظمة للمباراة اللجنة المحلية بالاتفاق مع الكاف حددت أنها هيكون في مكتب بالمطار لاستخلاص التأشيرة وتسقرة المباراة وفيما يلي الشبابيك التي تم تخصصها لسحب التزاكر التي سيتم تسجيلها عبر الإنترنت مدينة الدار البيضاء مركب بينجلون ملعب الأب جيكو مركب النجم الرياضي البيضاوي مركب السخور السوداء وسيتم بفتح الشبابيك وفق التوقيت التالي الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة زهرا والفترة المسائية من الساعة اتنين الضهر حتى الساعة السامنة مساء وحددت اللجنة المنظمة المحلية وهي لجنة منبثقة من الاتحاد المغربي سعر التزاكر هيكون هناك درقتين فقط لتزاكر المباراة الدرجة الثانية 50 درهم والدرجة الأولى 100 درهم ملحوظة ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف يعني وانت بتستلم التسكرة بتاعتك لازم يكون معاك بطاقة الهوية اللي هو البطاقة لو انت مقيم في المغرب أو انت مواطن مغريبي بتقدم بطاقة الهوية أو لو انت مصري بيكون معاك جواز السفر عشان تستلم به التسكرة كمان ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيض يعني هيكون معاك إيصال لو انت حجست تسكرة عبر الإنترنت بتقدمها في المكان اللي هتاخد منه تسكرة فبالتالي بتقدم الإيصال وبتقدم معاك كمان بطاقة الهوية إذن ده بيان رسمي من اللجنة المنظمة المحلية وهذا البيان جاء بعد الاجتماع الذي عقد بالأمس ما بين اللجنة المنظمة المحلية مع الاتحاد الإفريقي لترتيب كل الإجراءات ولكن قبل مسأل ضيوف في هذه الفقرة كده التفاصيل المتعلقة بالتزاكر جانبين في جانب عبر الإنترنت من خلال موقع الاتحاد المغربي وفي جانب في المطار محمد الخامس في الدار البيضاء أول ما الجمهور يصل إلى مطار كازابلانك طيب الجمهور المصري اللي مقيم في المغرب هل هيدخل على الويب سايت يحجز تزاكر؟ طيب قال التزاكر اللي هيتم اختناءها من الموقع الاتحاد المغربي محددة ده الجمهور المصري أو الجمهور الأهلي وده الجمهور الوداد دي محدش لغاية اللحظة دي يجاوب عليها فبالتالي مفيش رقم محدد وسعة محددة لكل الطرفين كده واضح من البيان ده أنه مفيش أرقام محددة لكل الطرفين سواء للأهلي أو حتى للوداد هل التزاكر كلها مطروحة عبر الموقع الالكتروني؟ برضو ده مش واضح في البيان كل اللي واضح أن جمهور المصر اللي يجي من الرحلات المخصصة يوم المباراة هياخد تزاكرته مع التأشيرة فور الوصول في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء ده تفاصيل والبيان المعلن بشكل رسمي من الاتحاد المغربي ويمكن لسه وصل لحالا منذ لحظات يعني من خلال المتحدث الإعلامي الأستاذ محمد مكروف بعتلي البيان الرسمي منذ لحظات وده الموقف الرسمي للجنة المنظمة المحلية